بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو السابع خمسين من السلسلة الشرحة برنامج المكروسوف تورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم توثيق المراجعة والإند نوت وفوت نوت من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب المحور الأول الاستشهادات في الاستشهادات هنأعرض لحضرتكم إزاي تقدر تعمل استشهاد وتكتب اسم المرجع اللي انت عايزه تحت الصورة أو تحت الرسمة اللي انت أدرجتها أو تحت الجدول اللي انت أدرجته دلوقتي اللي عايزين نضيف استشهاد بنقدر بأننا نيجي عند الصورة ونضغط عليها وبندخل على الريفرنس وبعد كده بندخل على إدراج استشهاد حاليا الاستشهاد الأوليني هو بيطلب مني تحديده هل انت عندك معادلة ولا صورة ولا جدول طبعا تقدر بأنك تعمل رسم توضيحي واللي احنا برضو حطيناه مكان الصورة انا اختار مثلا رسم توضيحي وهقول له ان ده الرسم التوضيحي ده عنوانه الثقوب السوداء هل تحب بأن الكتابة دي تكون موجودة تحت الصورة ولا تحب بأنها تكون موجودة فوق الصورة كعنوان للصورة انا بفضل بأنها تكون تحت الصورة طبعا لو هي جدول او معادلة او اي شكل من الاشكال التانية هنختار الشكل اللي بيناسبها في حالة لو انت عايز انك تستبعد الشكل ده من قوائم الاشكال او قوائم المعادلات اللي موجودة تقدر بأنك تضغط له هنا على استبعاد فانا هعمله اوكي فهنا هيحفظ التعديل وهيكون موجود عندي هنا طيب انا دلوقتي لو عايز ازيل الاستشهاد بقدر بأني اضغط عليه بكل بساطة وبعد كده بضغط delete ما تنساش في كل خطوة بأنك تحفظ التغيرات انا هعمل control z دلوقتي وهكبر الخط عشان حضرتكم يكون واضح التغير اللي موجود قدامنا انا دلوقتي عايز اغير شكل الترقيم اللي موجود هنا اقدر اغيره ازاي بدخل على المراجع وبعد كده بقول له ادراج وبعد كده بدخل على من خلال بأني اختار شكل الترقيم اللي انا شايفه مناسب وبعد كده بقول له اوكي فهتلاحظوا حضرتكم بأنه غير لي شكل الترقيم هنا احذر من حاجة بعد ما خلصت تعديل الترقيم ما تضغطش اوكي لان اوكي هتعيد ادراج استشهاد تاني فهيبقى موجود عندك عنوانين للصورة ديت طيب هتعمل ايه بكل بساطة بما انك عملت اوكي على تغيير الرقم هتيجي هنا في الخانة الرئيسية وهتعمل close لو انت ضغطت اوكي هنا في الخانة الرئيسية هتلاحظ بأنه هيدرج لك شكل تاني مكان ده انا هتغط له على cancel هتلاحظ بأنه هنا عمل اللي احنا عايزينه طيب لو انا كنت ضغط له على اوكي كنت هتلاحظ بأنه هنا هيدرج لي شكل تاني بعلامة المحور التاني اللي هنتناوله في الفيديو ده هو الفرق ما بين الاند نوتس والفوت نوتس هو بأن الفوت نوتس هي الحواش السفلية اللي انت بتكتبها في اسفل الصفحة فبتكون موجودة في كل صفحة اذا كنت محتاجها انك تدرجها في نهاية الصفحة اما الاند نوتس فهي حواشي ختمية يعني ما بتتكتب في نهاية الفصل او في نهاية الكتاب المحور التالت اللي هنتناوله في الفيديو ده هو الحواشي السفلية اللي بتكون موجودة في نهاية الصفحة لو انا عايز ادرج فوت نوتس او حواشي سفلية في نهاية الصفحة اقدر باني مثلا اجي هنا على كلمة وبعد كده هظللها وبعد كده هدخل على قائمة الريفرنس ومن خلال قائمة الريفرنس هختار انسيرت فوت نوت هتلاحظ حضرتك هنا بانه عمل الخط في نهاية الصفحة وبدأ انه يكتب لك تحته اللي انت عايزه انا مثلا اكتب على اليمين فهقول له بان ده هداجع الكتاب صاد عشرين طبعا تقدر من خلال الفوت نوتس ده هنا بانك توضح بعض المصطلحات على سؤال بمثال تعريف لكلمة موجودة فوق من غير ما تبعد عن المصطلح او تقدر بانك تستخدمها في توثيق المحتوى المكتوب بالاعلى. بعد ما بتخلص الخطوة ديت بتحفظ الملف. طيب انا دلوقتي لو عايز اعدل في الهوامش الصفلية بكل بساطة تقدر بانك تعدل فيها عن طريق انك تضغط عليها. طبعا لاحظ حضرتك بان الرقم اللي موجود عندك هنا فوق موجود عندك ولو انت وقفت عليها تلاحظ بانه بيقولك راجع الكتاب صاد كذا. لو انت عايز تعدل في الفوت نوتس تقدر بانك تدخل على وبعد كده من الجزء الخاص بالفوت نوتس هتضغط على السهم ده. فهيزهر لك الخيمة الخاصة بالفوت نوتس. بتقدر انك تتحكم في كل حاجة تتعلق بالفوت نوتس سواء ترقيمه الستايل بتاعه وترقيمه يبدأ من ايه. تحب بان الاعدادات اللي موجودة عندك ديت يتم تطبيقها على المستند كاملا ولا لأ. بتقدر بانك تعمل التغيرات اللي انت عايزها وبعد كده بتضغط على بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بالفوت نوتس. المحور الرابع اللي احنا تناول في الفيديو ده هو الحواش الختمية او الاند نوتس واللي بتكون موجودة في نهاية الفصل او نهاية الملف. الاند نوتس بيبقى شكلها زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم وبعد كده بتتكتب في نهاية الملف او في نهاية الفصل بالشكل اللي هو واضح امام حضراتكم. طبعا طريقة التوسيق اللي موجودة هنا بتقدر تعتمد عليها من خلال الاجزاء او الستايلات اللي موجودة عندك هنا وبتقدر بانك تختار الستايل اللي موجود عندك او اللي انت هتعتمده في البحث بتاعك على سبيل المثال. انا دلوقتي لو عايز ادرج اند نوت او هوامش ختمية في الملف بقدر باني اضغط على الكلمة اللي انا عايز اعمل لها الاند نوت وبعد كده بدخل على قيمة ريفرانس ومن خلال ريفرانس بدخل على المجموعة الخاصة بالفوت نوت وبعد كده بقول له انسيرت اند نوت. زي ما حضراتكم ملاحظين دلوقتي بقى انه نقلني تلقائيا على صفحة خمسة في نهاية الملف علشان اكتب التوسيق بتاعي اللي انا عايزه. انا مثلا هنا هكتب له مرجع واحد. فاصبح هنا ده توسيق لي الاند نوت بتاعي في الملف ده. والله هتلاحظ بانه هنا اخد الترقيم زي ما هو واضح عندنا فوق. طيب انا لو عايز اعدل الاند نوت هعدله بنفس الشكل. اللي انا عدلت به الفوت نوت وهي باني ادخل من قيمة ريفرانس على المجموعة بتاعت فوت نوت واضغط على السهم ده. طبعا هو علامة الاند نوت بتبقى موجودة بين عندك. لو انت عايز تحطها في نهاية مقطع بتقدر تحطها. لو انت عايز تحطها في نهاية الملف بشكل كامل تقدر تحطها. بتقدر بانك تتحكم في التنسيق بتاعه او في الترقيم بتاعه وتعمل اي تغيرات انت عايزها. وبعد كده بتعمله ابل اي فبيطبق التغيرات ديت على الحاجة اللي انت عايزها. حالين هو بيدي لك امكانية لانك تحول الفوت نوت الى اند نوت. انا دلوقتي مثلا عندي الفوت نوت اللي انا حطيته في الصفحة الاولانية. عايز احوله الاند نوت بكل بساطة لشان اعمل الكلام ده. بقدر بقى اني ادخل على القيمة الخاصة بالفوت نوت. وبعد كده مجرد ما لاقي انه محدد لان انت محدد دلوقتي الفوت نوت او واقف على الفوت نوت بتعمله فيبدأ انه يحوله الى الاند نوت. بتقدر بقى انك تحول كل الفوت نوت الى اند نوت. وبتضغط اوكي. فاتحولت هنا تلقائيا. بعد كده بتضغط على لو احنا رجعنا لنهاية الملفة هتلاحظ بان الفوت نوت نصها كان موجود فوق. هو نقالهالي الى النهية لانه هنا خلاص بقى يتعامل معاها كاند نوت. انا هنا مسلا عندي اند نوت عايز اخليها فوت نوت بضغط على ريفرنس ومن خلال ريفرنس في المجموعة بتاعة فوت نوت هتغط عليها. وبعد كده هتلاحظ بقى انهم فاعل لك الاند نوت. انا من خلال الاند نوت هبدأ بقى اني اعمل له كونفيرت ومن خلال الكونفيرت هاقول له كونفيرت الى فوت نوت هتلاحظ هنا بانه هينقل هالي فوق في الاعلى ويشالها من اسفل الصفحة فكده هو حول لي الاند نوت الى فوت نوت طبعا بننصح دايما بانك تستخدم البوك مارك في توسيق المراجع الخاصة بيك سواء عن طريق الاستشهادات او الحواشي السفلية او الحواشي النهائية في نهاية الملف البوك مارك شيء مهم جدا في توسيق الحواشي وبيوفر لك وقت في توسيق الحواشي ولكنه ما هوش ملزم لك بانك تستخدمه وبالتالي ان انت تستخدم البوك مارك في توسيق الحواشي او لا ده شيء يخصك ولكني انصحك بيه بشدة بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بتوسيق المراجع بنشكر حضراتكم من التنين لجميعكم للتوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة